ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة اجتماع المجلس الوزري للتنمية الذي عقد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي وجرى خلاله مناقشة عدد من التشريعات والسياسات والمبادرات الهادفة إلى دعم وتطوير منظومة العمل الحكومي وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة عدد من الأجندات والمبادرات كما استعرض عددا من التقارير